عودة من جديد لحلقاتنا النهاردة من عشر الصبح في الاهلي بجدة التحية والترحيب بكل حضراتكم ويلا بينا على طول على فرع النادي الاهلي بالجزيرة حيث تتواجد ملتنا العزيزة هنا أبو قاسم وهي يعني جاهزة عشان تعرفنا ايه اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي وفرق المختلفة يا هنا صباح الهانا يا صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الاهلي وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الاهلي وفرق الرياضية المختلفة خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم اللي خلاص بقى تخطى عقبت سينبا التنزاني عشان يواجه سانداونس الجنوب الافريقي في نصف نهائي الدوري الافريقي طبعا هتكون مباريات مش سهلة أكيد سانداونس خص مع نيد وقوي مع النادي الاهلي يمكن طبعا بينهم مباريات كبيرة جدا وشفنا فيها الحياة نتائج كبيرة جدا بين الفريقين لكن عندنا ثقة كبيرة جدا فيه رجال النادي الاهلي ان شاء الله هيكونوا على قدر المسئولية كالعادة ويقدروا يتأهلوا للنهائي ويفوزوا بالبطولة يعني طبعا البطولة دي بتقام لأول مرة عشان كان نادي الاهلي عايز بشدة طبعا يتوج بيها عشان طبعا النادي الاهلي دايما بيلعب على الأرقام والبطولات الجديدة مبارات الذهاب ان شاء الله هتكون يوم الحد 29 أكتوبر ومبارات الاياب هتكون الأربع العودة يوم طبعا 1 نوفمبر كل توفيق لرجال النادي الاهلي خلني بقول لكم انه مستر مارسل كولر المدير الفني للفريق قرر انه يعطي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات النهاردة ان شاء الله غدا هيستأنفوا التدريبات هيكون تجمع الفريق الساعة 9 صباحا والمران هيكون الساعة 10 صباحا وعقب انتهاء المران مباشرة هيتجهوا لإستاذ القاهرة عشان بقى يغدروا لجنوب إفريقيا ويدخلوا فيه معسكر مغلق عشان يستعدوا يكونوا على أتم استعداد لمواجهة سانداونس الجنوب إفريقي كل توفيق طبعا لرجال كرة القدم حانو ما يفعش نكوننا بنتكلم على مبارات مبارح أمام سينباق التنزاني ومنوت كورش ونشيد بجمهير النادي الأهلي الحقيقة كانوا بيدعموا طبعا أشققنا في فلسطين منذ الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة من المباراة كمان شفنا تبرعهم بالدم والحانة دي أكيد أقل حاجة نقدر نقدمها لإخواتنا في فلسطين طبعا بنتمنى بقى كل الأيام دي تعدي على خير إن شاء الله وربنا يلهمهم الصبر والقوة ويعدي الأيام دي ده على صعيد كرة القدم خلونا بقى ننتقل للألعاب الأخرى معانا النهاردة إخبار كتيرة متعلقة بكرة السلة وكرة الطايرة بالنادي الأهلي وخلينا نبدأ برجال كرة السلة والنهاردة بقى هيكون عندهم المباراة الأولى في دوري المرتبط طبعا بعد فوزهم بسوبر المحلي المصري إن شاء الله بقى يكون عندهم طاقة كبيرة لحظ جميع البطولات في هذا الموسم النهاردة المواجهة الأولى إن شاء الله هتكون أمام فريق الشمس وخليني أذكر حضراتكم بمجموعة النادي الأهلي النادي الأهلي بيقع في المجموعة بجانب كل من الشمس سبورتنج ومصر للتأمين طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق واستكمالا الحديث عن كرة السلة للاتحاد العربي لكرة السلة أمس كان أعلن إن البطولة العربية إن شاء الله هتقام في مصر في هذه النسخة البطولة هتكون من يوم 26 ديسمبر حتى يوم 3 يناير وحتى الآن المنتخبات اللي أكدت مشاركتها هيكون منتخب مصر منتخب الجزائر المغرب ليبيا موريتانيا الإمارات والكويت وطبعا يعني ممكن عدد هذه المنتخبات يزيد في الأيام القادمة نتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا المصري نروح بقى كمان لسيدات كرة السلة واللي بيضربوا موعد مع الصيد في ربع نهائي بطول الدوري المرتبط طبعا بيتلاعب على ذهاب وإياد مباراة الذهاب إن شاء الله هتكون يوم 28 أكتوبر فريق المرتبط هيكون مباراةه الساعة 6 والفريق الأول هيكون الساعة 8 ومباراة الإياب المرتبط هيكون الساعة 4 والفريق الأول هيكون الساعة 8 طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق حتى الآن سيدات كرة السلة فازوا في جميع المباريات في هذا الموسم ماشيين بخطة ثابتة جدا بيفوز الحقيقة كل الفرق بفرق سكور كمان وظهرين بمظهر جيد جدا إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء نروح بقى دلوقتي للعبة كرة الطايرة ورجال كرة الطايرة رجال الماسترز بالنادي الأهلي بيستعدوا بقوة جدا لبداية الموسم الجديد بداية الموسم طبعا هتكون يوم 18-11 وبداية بطولة الدوري مباراة الأولى لهم إن شاء الله هتكون أمام المقاولون العرب هتكون الساعة 6 مساء هنا على صالة النادي الأهلي بالتحديد صالة الأمير عبدالله الفيصل طبعا هم مركزين بشكل قوي جدا النادي الأهلي بيقع على رأس المجموعة التانية بجانب كل من ترسانة باتروجات المقاولون العرب الشمس ودلفي طبعا خلوني أكلمكم أكتر يعني النادي الأهلي هيكون بيلعب مباراتين في الأسبوع في بطولة الدوري مباراة يوم السبت ومباراة يوم الثلاث وخليني أنقل حضراتكم بالترتيب بالأهلي هيواجه مين في دور الأول هيواجه طبعا زي ما قلت المقاولون المباراة تانية إن شاء الله هتكون أمام فريق باتروجات المباراة تالتة هتكون أمام فريق ترسانة المباراة الرابعة هتكون أمام الشمس وبعد كده هيواجه فريق دالفي عايز اقولكو كمان ان ان شاء الله الفريق هياخد سلسلة من المباريات الودية في المرحلة المقبلة عشان بقى طبعا يعني يضعوا تشكيل مناسب وطبعا نطمن كمان جماهير النادي الاهلي على حالة رجال الماسترز ويعني من المتوقع انه يلعبوا مباراة الودية امام فريق طلاقع جيش طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال الماسترز اما عن سيدات كرة الطائرة فتيات الذهب فامس كان اعلن كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي عن التعاقد مع الفرنسية أوريليا إيبا تومبو اللي طبعا بتشغل مركز اتنين تم التعاقد معاها لمدة موسم عشان بقى تدعم صفوف فتيات الذهب فتيات كرة الطائرة بالنادي الاهلي ان شاء الله يكون موسم مميز في جميع الفرق المختلفة طبعا زي يمكن ما قدرنا نعمل كده الموسم اللي فات ان شاء الله الموسم ده كمان حقق نتائج اكبر ويكون موسم استثنائي أخيرا بقى نروح للحياة الفتاة الذهبية الفتاة المعجزة هانا جودة واللي بتتقدم في الترتيب العالمي عشان توصل للمركز التسعة وعشرين على العالم لسيدات تنس الطولة الحقيقة ان هي يعني فعلا لما ذكروا عليها الفتاة الذهبية ده طبعا عشان كل الأرقام القياسية اللي بتحققها يعني بنشوفها بتلاعب الحقيقة سيدات من أعمار أكبر من نهب كتير جدا وبتتقلق عليهم وبتفوز الكل بيتمنى لها طبعا والحياة بيتوقع لها لمستقبل مشرك فطبعا بنهنئها وبنتمنى لها مزيد من التقلق ودايما تكون مشرفة النادي الأهلي وأيضا طبعا مصر والرياضة المصرية والعربية والأفريقية يعني يا كريم دي كانت أبرز أخبارنا من داخل مقر نادي الأهلي بيئة الجزيرة طبعا معيك لو عندك أي استفسارات والآن العودة ليك مرة أخرى في الستوديو لو الله طبعا مبدئيا كده يعني كل الشكر لكي على هذه التغطية الوافية كان معتد وعايز كمان أهنيكي على ثباتك الامفعالي وحسن تعامولك مع الدبانة اللي كانت وهبانك وقتها ومجهودها طول الوقت اللي كنت بتتكلمي فيه هيا بشكرك على وجودك معنا يا هنة شكرا جزيلا نوارتينك العبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا